في تصرحات لمجلة نيوزويك كشف مسؤول كبير باستخبارات الدفاع الأمريكية أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعب وحذر من أن الوكالة المخابرات المركزية لا تعرف على وجه التحديد ما قد يفعل على الساحة الأوكرانية وأضاف أنه مع الحديث عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس فإن اللحظة الحالية شائكة للغاية لافتا إلى أن ما يحدث خارج ساحة المعركة هو الأهم توقع رئيس ليتوانيا أن تكون قمة الناتو المقبلة والتي تصدفها بلاده مرضية لأوكرانيا من ناحية تلقي دعوة صريحة للانضمام إلى الحلفة وبحسب الرئيس ليتواني فإن الدول الأعضاء في الناتو ستجد صياغا لن تخيب أمال الأوكرانيين وشددا على أنه ربما لا يحصل الرئيس الأوكراني على كل ما يتوقع في أكثر خططه طموحا لكنه بالتأكيد سيحصل على الكثير يأتي ذلك قبيل قمة مرتقبة اليوم تجمع السويد وتركيا في بروكسل هدفها إيجاد حلول لتوافق أنقرة على انضمام استوك هولم وضغط مسؤولون غربيون والولايات المتحدة خصوصا على أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر وشددين على أن السويد أوفت بشروط اتفاق تم التوصل إليها مع تركيا العام الماضي لكن تركيا أكدت مؤخرا أنها لن تخضع لضغاطات لدعم انضمام السويد إلى حل في شمال الأطلسية جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد على دعم الكامل لانضمام السويد إلى الناتو وذلك خلال محادثات مع رئيس الوزراء السويدي في البيت الأبيض وذلك خلال محادثات المتحدة